مرحبا في كوفي اليوم راح اعمل قروة البرج الجدي طاعتك برج الجدي انت في التامة في صورك انت تعبان جدا جدا وحاسس بغدر مش طبيعي حولك انت طاعتك بوقت طبعا اني حاسس نفسك انك انت اخذ ضربات طاعنات في ظهرك من جميع الاشخاص انت احتمال كنت في علاقة والشخص هذا خرج من هاي العلاقة لكن اثناء خروجه اعمالك كلام اوجعت الصميم الشخص هذا تغلبك تغلبك جدا انا رح اشوف شوي هاي اول اشي والبروت هتوه اشهوه احضر احضر على الكراش والمون القضبين والمون برج رجعدي اجموع احضر اقباط برج جدي تغلبك لغير تغلبك نفسك ولا نكراش ثالث نوف هل يوجد من رجل مكتبين هل يوجد أجيب ممتازر هل يمكنني أن أرى أغلقنا تحسن الأمور تحسن الأمور هذه هي مرتبة المرتبة أتفرج لكي تحسن الأمور انت زعلان يا برج الجديد. زعلان جدا. طيب حلو. جدا. طيب انت زعلان يا برج الجديد. تحصي بكرة زيك جدا. تحصي لك خرج من العلاقة. وبعد ما استنزب طاقتك كلها. يعني غلبك. غلبك للصميم. احتمالك انت زعلان من شخص من العائلة. شخص. احسيت ان هذا الشخص تلاعب فيه. احسيت ان هذا الشخص تلاعب فيه. درجة انه شخص مش مسؤول عن افعاله. وانت حاسس من ناحية هذا الشخص انه اضعبك. او انهمك من ناحية هذا الشخص. فان انت يا برج الجديد فيه عندك اوجع فيه ضهرك. وحاسس نفسك انك انت مقيد من وجع ضهرك. تعال باعا راح يدخل في طاقت كل شيء. يشمله الصحة والعمل والحقفة. انت كمان يمكن انه حاسس فيه شخص والاكتر فيه شخص. متسلط. كان متسلط عليك جدا. شخص تقريبا. مش حكيت لك شخص غير مسؤول. شخص غير مسؤول عن اعماله. احتمال اذا كانت عاطفة. شخص اللي كنت معي. انت كنت شخص ناضج وهو مش ناضج. غير مسؤول عن كلامه وغير مسؤول عن افعاله. لو كنتوا مرتبطين انت حاسس بالتعب في هذا الارتباط. اما الشخص هذا مش مسؤول. وهو بحب يعيش اليوم في يوم. ما هو بحبهش لنفسه. عناني لنفسه. الشخص هذا بحب الفيديوهات الجديدة. بحب يكون اصفاني ومرح. بحب يكون انه مش حامل مسؤولية اشي. بحب المغامرة. ومسلا انت كنت تتحذره كتير. ما كنتش اسمع تحذيراتك نهائيا. بس هو مخبي حبه. مخبيه. لكن الشخص هذا مش فاقط الاحساس. بحب زيته. بحب نفسه. بحب يعيش اليوم بيوم. بحب يعيش. بحب يعيش مرح. ما يكون كبير في السن. لكن افعيله صغيره. طبعا التنبئ يعني. شوفوا انت في العمك في زواج. في ارتباط. بحب يعيش. بس انت حاجس انك انت اكلت اخر سيف مجددا مؤخرا. مش مفترة طويلة. يعني كأنه خلص انت كتفيد. في الشخص هذا. بتي افعيله. يعني لدي شيء افضل. وكمان انا بحكون لك هون. بس فانت تحسن الامور. ففي شيء افضل. للمرتبطين طبعا ان الشخص اذا بحبها بس شكلهم في فرقود بناتكو خليه شوي بينكو مشاكل مشاكل بس الموقف راح يتحسن يعني يتطمنوا شايف اخدوكم هنا ويحسسكم تعبانيه جدا ناسي عجيب الطرق طيب هلان شوف هون بيحكوه لك هون بيحكوه لك ان حب غير محدود لازل ويحناك ما يكفر من الجدرية او الكيميا للحفاظ على استمرار هلان طبعا هلان مرتبطين اوليش الشخص هذا مشاعر من حياتك هو الشخص هذا حاسس من حياتك او قلبه مفتوح اتجاهك واحتمال الشخص هذا غير هول غير مسؤول انا افعيله مثلا عايش بمشاعره فقط مش عايش انه مسؤول كدور مثلا كزوج او انتو في خطوبة ومسلا هذا الشخص مش مسؤول مش هاي المسؤولية هاي الخطوبة او الارتباط اللي انتو فيه اين كان نوع هذا الارتباط لكن الشخص هذا بس بقدر يقدم فقط كاس الحب يعني هاي يمكن المشكلة البناء تكون شخص هو بيت زغير لان هو كيف شايفك او كيف هو بفكر فيك كزواج او انت كزوج او انت شخص موصح جدا تعرف حدودك تعرف تلك كلمتك وحاسس بينك وبينه فرق كبير زي الفرق بين دولة ودولة فرق محيش محيط وابحار انت شخص مسيطر وقائب وشخص تعرف تلك كلمتك وشخص مسؤول عن كلمتك انت شخص مسؤول وهو غير مسؤول لكن مشاعر هو تجاهك حب لكنه شافك انك انت شخص متدين ملتزم ملتزم ممكن انت تكون استاذة في الجامعة استاذة في العمل انت شخص مسلا تلقي محاضرات جاعية انت شخص الناس بتيجي تستشيرك وتاخد منك استشارات شخص روحاني جدا انت كمان شنقاط القوة بيندكو بالعمل انتو يمكن بالعمل مع بعض باحتمال انت شخص عملي هو شخص بس المشاعر نقاط القوة انه انتو تكونوا على اتفاق في اللي بيحسر بيندكو او في العمل يكونوا متفقين في الحياة العامة كمان متفقين على كل شيء بحدثية يعني يكونوا بينكو اتفاق كامل منها من كل الاتجاه مش بس اتجاه الحب والحياة المادية والعلمية ويعني والمهانية ومن ناحية المشاعر وكل شيء انتو لازم نكون اتحاد في كل شيء مضعب اتحاد كامل مضعب احتمال انتو شراكة في اعمال وهذا المقطط القوة بنادق احتمال انتو او شراكة في منزل شراكة في محل شراكة في دراسة طيب شون كنت اتضع في بنادقو المادة انا حسيس اقراءه مادية جدا للمرتبطين احتمال انت شخص اعلى منه انت اعلى منه انت اعلى من مادياته انت نواضج اكتر منه عندك عقل نواضج اكتر منه عموما شاعر وبيتش وطفولي في اقعاله عموما الشخص هذا نقطة الضعف بينكم المستويات المستويات احتمال انت شخص جميل جدا منه جدا وهو لأ هو شخص عادي احتمال انت امينك تهتم في منزلك وتهتم في شكلك احوان وتهتم في ملافزك واناوطك وعملك انت شخص القلب والعقل معا هو لك بس شخص القلب خاص بس اعب النشاعر ايه ايه نشراح اقدر اشوفني هو شايفك بس هو النقطة الضعف فيه علاقتكو اللي هي المال الرقي المستويات عالية بناتكو انت من مستوى اعلى هو من مستوى مثلا شوي منخفض عنك انت هو بشكل عندك الشخص هذا في العمل انت قائدة من مشافح قائد وانت تتقليك الكلمة في كل شيء وانا بحق فالنسيطرة في كل شيء اعتمال انتوا مباطع في العمل في الجامعة انت استاذة في الجامعة انت استاذة في المدرسة في المجرسة هو شخص مبتدئ شخص مبتدئ انت اعلى منه رتبة انت اعلى منه رتبة طب هو شو نخبه عنك العلم وفيه شيء يبحث عنه بس خلنا نشو شو شيء يبحث عنه مع الشخص نشو شخص مبتدئ نشو شخص مبتدئ نشو شخص او ان تحصن، وان location We3D وَمَنُنُنُّنُّنُّنُّنُّنُّنُّنُّنُّنُّنْ مع بعض انت من علم هو من عالم يعني حتى لو كنتوا فيه زواج انتوا كيميا ما شاعر فيش بناتك الشخص هذا بدور على قرب اخر غيرب على فترة او بيبحث عن حدا غيرب اوه بدور على حدا من الماضي تفكر حدا من الماضي الشخص هذا بيبحث على حدا من الماضي الشخص هذا بفكر في ذكرياته في الماضي في شخص كان معاه وفي علاقة الشخص هذا كان يقول له علاقة مع شخص اخر في الماضي الشخص هذا بفكر فيه كتير عشان هو رومانسي وانت لأ عملي وانت شخص صاحب العقل والقلب وصاحب العمل او انت لو مش عمل بلادكو انت صاحب المنزل او صاحب اللي انت لك السلطة في كل شي ده بس هو بدور على علاقات الشخص هذا يعني هو رومانسي الطبيب رومانسي بحكولك فيش كيم يا بناتكو فيش يا افضل بس هم بحكولك الموقف سيتحسن يمكن اذا فيه مشاكل بناتكو او اذا انت تعبان يتحسن يتحسن بس هم بقولك فيش كيم يا بناتكو هاي انت من المسكليات وفرقات تغير انت من عائلة مربوكة او من عائلة بسيطة اه احتمالكو من القراءة عكسية طبعا مش للكم رح تكون فيه احتمالكو عكسية احتمالكو عكسية طاقة عكسية بس في المشاعر بس بدي فكيف المشاعر في الحب وفي العلاقات انه هو تخبي عنك من يبدور على شخص من الماضي يبحث عن شخص من الماضي وشخصك اشوفوا انتو اسفل الشهر خلينا نشوف المنفصلين ولا قولي جدا خيب الشخص هذا مشاعر من نحيطك يفشافك الماضي وشمعين شخص هذا صامد شخص هذا صامد فيه نجاح جايب في الطريق اذا انت كنت فيه عمل او اشي فيه نجاح وابلو لك كن حازم مع الشخص هذا انه هو شخص نفسه وحازم الشخص هذا شايفت انك انت تغيرت شاعر انك انت تغيرت وموتتها العلاقة وقفلتها نهائيا ملتلع قفلة نهائيا الشخص هذا بفكر انه هي عمى بداية جديدة معاك لكنه خايف منك لانه شايفك انك انت سكرت على الموضوع وفعلا انت حازم حازم جدا معاك بس هو سلميت هو السلميت طبعا عشان هيك موضوع حاسس نفسا انت جاد به طالما في الماضي نظرته مختفعت عن المسألة عن الحاضر اللي احنا فيه الشخص هذا كان شايفك الاسفونت وبعدين شايفك الاسفونت يعني انت شايفك طاقة رهيبة انت لا تمت ولا تكلم انت شخص اكتب دائما انت شخص عندك فرص دائما امامك او انت فرصة بحالك انت فرصة هو حاسك ان انت تبعدت عنه من السماء للأرض تبعدت عنه وحاسك ان انت خلص قفلت هالله قفلت شخص هذا اتعبك عشان هيك يقول لك تكون حازم شخص هذا كان شايفك في الماضي انك شخص عملي جدي كان المعجب مجاذب لك بطريقة بتعرف شو حاسك ذا المغناطيس انت جادة جادة احصلت بحبك جدا 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 وانا ما هي معاك لبعض استقرار او توازن لانه هو السلم تبعك الشخص هذا انت شافك حاليا انت انت بتسافك كثير او انت شخص عملي والعلاقة هذه ما وقفتك عن عملك ووقفتك عن حياتك ووقفتك عن نشاطاتك انت شخص نشيط جدا شخص عملي جدا جدا وشخص انت عندك الحماسة عالية جدا شخص تقدر تمسك مئة شغلك في وقت واحد يعني مثلا تقدر توقف في وقت واحد ومسلا تحطك الا لبالك في وقت واحد وتشاهد الفيزيون تمسك تلفون كله في وقت واحد شافك شافك مستقر مع ذاتك انت مستقر مع ذاتك متفحل مع ذاتك هدا هو لا يمية لك قد نظر ماشينا برج هذه الشخص اللو انت ناوري وحديث يجب نتخبرك تلك الشخص اللو انت بقولوا لك كن حازم كن حازم كن حازم أعلم يرجع هذا الشخص وحديث هدا لازم احسر اول شيء تساعد محملياتكم لازم اشهر كذلك أجهكم حازم وفي فرصة في فرصة تأخذ حقك نحظة شخص ده غلبك غلبك كثير عشان هيك أنت منسبة لك هالعلاقه ماتت غلبك جدا كان تاع مثلا كاست كان تاع علاقات أخرى كان غيرك دائما كان خونك دائما يخيب أملك فيه شخص دائما مثلا تحس أنه شخص أناني بحب نفسه فقط فالشخص هذا شايف أنه بده تسامح كبير لأنه هو غدرك جدا لكن فيه فرصة والشخص هذا السلمي كتبعك فنسبة رجوع حتكون كبيرة بس أو ليش بده يفكر كيف يصالحك هذا الشخص كده يصير تسامح بين هاتك وهي حابب أنه يصير توازن بين هاتك لأنه شاف أنك أنت شخص عصبي جدا يعني أنت زاكنك عصبت منه بالآخر وسكرت هالعلاقه نهائيا شافت أنك أنت بسرعة تاخد قراراتك بسرعة بسرعة تاخد قراراتك وتسكر أنه أنت بديك تقطع نهائيا وشافت أنك أنت متحجر نوعا ما وصحب قرار واحد مش أكثر يعني مثلا تقول له انتهت هالعلاقه فخلص انتهت هالعلاقه لكنه الشخص هذا بفكر أنه كيف بدك تصبح له عن اللي عنده فيك شخص هذا كان يحب العلاقات ويحب غدرك مع حدا من أصدقائك شخص هذا بدع فيك لأنه يكوى شارك أنك أنت نهاية العلاقه وانت بتاخد قرار اللي رجعت فيك وانت شخص عصبي وأكتب وعندك شعر بتنير كل شيء يحواليك وهو بتنيره هون انت متواصل شخص متواصل جدا متواصل مع نفسك شابك متواصل مع نفسك الشخص هذا عارف أنه لازم يصير تسامح عن المشكلة اللي صارت فيك في الماضي أو المشاكل اللي صارت فيك في الماضي فهو نقول لك كم حازم الشخص هذا بده تسامح وهو بده يضمن أنك أنت رح تصفح عنه رح تصفح عنه فطبعا هذا القرار إليك لكن الشخص هذا بده حاول يسيطر على نفسه من ناحية لا يوجد ذويات والشبهات والغدر والخيانة خيانة مع الأصدقاء اللي مخصوك انت تدخل أطراف بيناتك شخص هذا كان مثلا تاع انبساط وعلاقات الشخص هذا بده يسيطر على نفسه ويرجع على شخص متوازن شخص متوازن لكن لو برجع شخص متوازن كن حازم مع هذا الشخص قرارك في حين تالحاله لا حدا بحبك أكثر من نفسك فالإشي اللي بريحك تعملها ويرجع إجابة خلينا نشوف كرائق الكراش هون بحكولك كويت انتظر إذا انت حالدك تروح لشخصتك تترفق وقولك انتظر ما تصويش إشي رومانتك في لنك طعم الشخص هذا انت حابه وحابة تستكشف مشاعرك وقولك مشاعرك حقوقية وتستحق هذه الشيئة لكن إذا انت بتفكر تقوله الشخص هذا بتعترف له مبالله تتنتظر مبالله تتنتظر هل هذا الشخص مثلا السؤال اللي خطر في بالكو لما اسمعت هالك القراءة وقولك مو هل هذا الشخص يعني حبك لشخص تحقوقي لكن هالمشاعر نفس مشاعرك هو مشاعره مدجين لك في ارتباط الشخص هالك لكن الشخص هذا انا شايف في نوايا انه يلف ويدور حتى يوصلك شايف نوايا معاك يلف ويدور معاك الشخص هذا وكأنه بدو يدخل لك مداخل ممنوعة او مثلا يحكي معاك عن انه شخص تاني جربك يعمل لك امتحانات هل انت صادق او غير صادق لانه معني فيه كزواج ارتباط رسم ارتباط رسم الشخص هذا بدو يك ارتباط رسم خلينا اشوف هالمشاعره زي مشاعرك مشاعره زي مشاعرك بالظبط ونفس الشيء لكن الشخص هذا يحب يتأكد عن الشخص الامامه صادق او غير صادق هل الشخص هذا بدو زواج او لا او ارتباط بدو غري او لا هو بدو يدخل لك عشان يعرف شخصيته قبل ما ياخد خطوه اتجاهك قبل ما ياخد خطوه شخصيه بدو يارف شخصيته ويدخل حياته وانت مش حاسس نهائيا بدو ان تشرف ان الشخص هذا في حياتك مثلا احكي معك من انا من رقم تاني شخص هذا بدو يدخل في حياته بدون متحس شخص هذا بدو يدخل في حياتك بده يحسسك انه هو انت داخل حياته او هو اللي داخل حياته يده من بعيد بيد او اشياء مالك تستاد وتجاره يتأكد من حبك اليه او شايفك انت حازم ومش قادر يدخل لك وشعر انك انت صلب وممتنع عن العلاقات شخص حواليه كتير ناس لكنك صعب الوصول اليه فبده يحاول انه يدخل لك بطريقة او اخرى يعمل فنه وابداعاته ويدخل لك يتحنجل لك زي ما بقولها الشخصات شايفك صورم جدا وسترس وشخص قائد نفسك شخص قوي فالشخص هذا محجب فيك نفس الشعور لكن عارف انك انت صعب يوصل لك طبعا كل واحد يعرف اسطوان شو اللي بينطبئ عليه هو داعك طبعا انتبوا يا جماعة الشخص هذا بيعتلكم اذا الشخص هذا بيعتلكم مسج اجاكم مسج غريب لك وانتاني بقول لك وايت او لا ما تودش عليك او حدا من اصدقائه هذا الشخص بتواصل بحاول يتواصل معاك انتظر ما تتواصلش معاك الشخص هذا بدي يدخل لك بطرق الممنوعة ملف ومدورون فلانت شخص لانا شايفك قويدي وحازم فهو مش عارف يدخل حياتك وهو بحبك جدا وهو بدور تقت معاك لكن بده طريقة يدخل في حياتك طيب خلينا نشوف برج الجادي نعمل وصحها السفر برج الجادي تصوحها السفر برج الجادي تصوحر تصوحر طيب اول اشي انت صحتك يعني انا شايف انه صحتك النيحة كتير بس انت زعلان ومبتائم وانت حاسس بخسارة الشيء ولكن صحتك النيحة هناك الصورت والسون الشمس صحتك كبير منيحة انت زعلان انت متعمد في زعلة انت زعلان جدا جدا احتمال ان انت لا انا شايف انت وقلينا نشوف العمل العمل انت اشي فيه شيء صار بخفاء ان وراء ظهرك هي قرج الجادي كسر القلب لك انت زعلان انت تحس ان فيه حدا غدرك من تحت لتحت وتهربت كذلك من تحت الحزان يعني الشخص هذا كما يكون شخص انت كنت تعرفه لكنه مختفي عن الساحة وانت فكرته من شخص اخر ولكنك اتشفت هذا السير وهيك مكسر عندك احتمال انت كنت فيه عمل مشروع احتمال انت طبيب قلب احتمال انت طبيب قلب غير حدا من الاسرة كمان انت فيه عمل مثلا ترثني وراء الشاشة ولا حدا بعرفه بس مثلا الاسرة القربين منك كمان انت متعالج كسرات الأم فيلك كمان انا شايفة انه انت فيه حدا من اسرتك كنت شاروك مع بعض انتصلت مع بعض وصررا كسرتك كمان هذا القطاع يحكينا احد من الاسرة طردك من العمل خرج من العمل وخلت ديون عليك انت مكسور قلبك من حتى من العائلة ضمن العائلة انت كنت في زواج وخسرت عملك بسبب هذا الزواج طيب كلنا نشوف السفر انت شايف ان السفر حاليا ممكن موتعنا عشان كورونا شوي متشنج المعاملة تبعتك او السفر تبعا لكن شوي راح توقف قصة سفرك لمدة يعني راح تظل معلقة وقت لانها يمكن ترمي الفحص على اوراقك او البحث عنك شوي اوراقك معاملاتها ناقصة في تجديد يمكن في تجديد في سفرك سنانك انت بدك تغير جنسيتك وتسافر تقول اسرة برا او انت شخص تزوج برا خارج بلادك واسرتك في الخارج ومسلا باعتين لك بيزة عشان يخدوك عندهم واقف هذا الاشي راح يضل الواقف لفترة راح يضل الواقف لفترة بمام انت مقرر تهاجر برا هجرة عشان تكون اسرتك تزوج برا استقل برا البلد اللي انت فيها لكنها راح تكون واقفة شوي بس هادا شايفون شايفة كلامك يعمل اول شي خلنا اخذوكم فانتو تعبنين شوي نترجى جادي اختمها في نصيحة ممكن تتعبن جدا مشاكلك كثيرا هون بحكولك تحرك جسمك عضل منك انت زعلان يوروبا دير انت زعلان وبدك حركة بدك تحرك جسمك وانت احتمال متطوي على نفسك زعلان بس انت مش جسمك مالو اشي لكن انت زعلان يخليك كثيرا ومكتعد وزعلان خلنا نحكي لكم البراج اللي نسكع غراق تعد راج العذراء نسكعه عمطه Aートور هرمنت العذراء كي برضو الجفر العقرب. الاسد او القوس. الحوت. السردون. الاسد. الميزان. الاسد. الحوت كمان مرة. شكرا لك يا برج الجدي. كل هذه القراءة مطبقة عليكم. وشو قصتكم مع الزعان والتعبين نفسي. شكرا لكم. لو سمحت. إذا كنت جديد في القناة اشتركت على الجراز.